بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام للأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبعد حييكم عزيزي الطلاب بتحية الإسلام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في يوم جديد وفي درس جديد من دروس اللغة العربية كما ترون العنوان الكتابة الأدبية يعد ويقدم الدرس الأستاذ علي بن عوض السلطان ويشاركوني في لغة الإشارة الزميل الأستاذ محمد القبيشي هذا غلاف الوحدة التدريبية الرابعة كفاية الاتصال الكتابي الكتابة الأدبية وأذكر بالأهداف التدريبية سريعا فأقول يتوقع منك في نهاية هذه الوحدة أن تصف المشاهد والأحداث والشخصيات وصفا أدبيا جميلا يجسد جوانبها الحسية والوجدانية تكتب مذكراتك الشخصية واصفا المشاهد التي رأيتها والأحداث التي عائشتها والشخصيات المحيطة بك تكتب قصصا فنية جيدة البناء معتمدا على مهاراتك في وصف المشاهد والأحداث والشخصيات تصمم مخططات موضوعاتك الكتابية تصميما جيدا يساعدك على استفاء عناصرها الفنية وأفكارها الأساسية وتفصيلاتها الجزئية الهدف قبل الأخير عندنا تنتقي الألفاظ الكتابية والأساليب البلاغية بما يعبر عن أفكارك بصورة أكثر دقة وأوضح بيانا وأجمل أداء وفي الأخير تلتزم ما تدربت عليه من مهارات النحو والإملاء وعلامات الترقيم وأعراف الكتابة مستمرون كما ذكرنا في نشاطات التعلم ولدينا فقرة واحد عندنا يقول تستطيع أن تجعل من أي حادثة تراها أو تعيشها موضوعا لقصتك عليك فقط أن تفصل جزئيات الحادثة وتوسعها وتربط بينها أكمل أجزاء هذه القصة ومثل هذا الجدول نستفيد منه كثيرا في التطبيقات القادمة بإذن الله تعالى عندما نأتي بالحق الأول نكتب المشهد ثم بعد ذلك نحول أجزاء القصة كما ترى البداية ثم يأتي بعد ذلك النهاية والحل والبداية تلاحظ فيها شيء من الإكمال قال هنا أسباب خروجهم إلى الشاطئ الاتجاه إلى الشاطئ وصف فرحة الوصول إلى الشاطئ هذه كلها عناصر تعينك على وصف المشهد والتوسع في الكتابة لأن البعض دائما يشكل عليه البدايات كيف أبدأ؟ ماذا أكتب؟ ماذا أقول؟ هذه عناصر تفتح لديك كثير من ما كان مغلقا حتى يتبين لك ما الذي تتحدث عنه أسباب خروجهم للنزهة مثلا في نهاية الأسبوع تحدد التوقيت ثم بعد ذلك الاتجاه للشاطئ وهم سائرون في الشاطئ كيف تعبر عن فرحتهم المسافة من بيتهم مثلا إلى الشاطئ إلى آخر ما يمكن ذكره وصف فرحة الوصول إلى الشاطئ ثم وصف مشهد الشاطئ وقتها الغروب ثم الاستعداد للرجوع بعد ذلك تأتينا العقدة لاحظ هنا يقول فقدان أحد الأبناء وصف حالة الأب هذه داخلة في العقدة نحن نكمل هنا ونقول مثلا وصف حالة الأم نحن نتحدث عن ضياع الإبن اليوم وصف حالة الأم بكاء الإخوة تطوع بعض الناس للبحث وصف اجتداد الظلام الاستنجاد بالجهات المختصة ولذلك في العقدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تأتي بالحل وإنما تأتي بكل ما كما يقال يعقد الأمور بما يجذب القارئ أو المشاهد لهذه القصة حتى تعرف أن الحل دائما يكون في نهاية هذه القصة بعد ذلك في الحق الذي يليه النهاية والحل نحن كتبنا العثور على المفقود وصف صراعه مع المياه نتحدث عن المفقود وصف حالته النفسية والجسدية بعد الوصول إليه وصف مشاعر اللقاء توصيات الجهات المختصة التي ساعدت في البحث عن هذا المفقود ثم العودة بعد ذلك إلى البيت ولذلك أي نص يواجه هنا مستقبلا بعض التدريبات التي تطلب مننا طرح كثير من القصص نحن نستفيد من مثله هذا الجدول نحن نأتي بالمشهد ثم البداية والعناصر الموجودة فيها العقدة والعناصر التي تراها ثم النهاية والحل وما فيها من عناصر تلاحظ هنا أول يوم في الصف الأول لاحظ معي البداية ثم الوسط العقدة ثم النهاية وأشار إليها بالحل قال البداية وصف لطفولتك وصف شعورك عندما ترى إخوانك عائدين من مدارسهم أو ذاهبين إليها هذا قبل الاتحاق كانت بالمدرسة بلوغك سن الدراسة تصف هذا بعد ذلك فرحتك بشراء لوازم المدرسة وهذا أكيد قبل وصولك وقبل الاتحاقك بالمدرسة ثم وصف الأشياء التي اشتريتها لازال الآن لازلت في البدايات تلاحظ أنه ممكن تذكر وصف مشاعرك أنت في تلك الليلة الاستيقاظ صباحا بنشاط بهمة متعطش وكأنه يوم من أيام العيد التوجه إلى المدرسة ثم مشهد الطلاب أثناء دخولهم إلى المدرسة وتصف أنت دخولك مشاهداتك المبنى الجديد أين اتجهت في المصلى أو في المسرح أو في غيره من مرافق المدرسة التي كانت في بداية استقبالك وعادة البدايات ترسخ فيها الذكريات يأتي بعد ذلك الوسط والعقدة فنقول فيها رهبة اليوم الأول بعد ذلك خروج والدك من المدرسة خفية وأنت لا تعلم لم تتعود أن تمكث في مكان طويل بمفردك البحث عن والدك وهذا بعد اكتشافك لخروجه ثم بكاؤك والبحث عن والدك بكاؤك والبحث عن والدك ولذلك ترى العقدة هنا والوسط لا يمكن أن تتقيد فقط بما ذكر قد تزيد عليه جملة من الأحداث التي حصلت لك في هذا اليوم لكن تأكد أنها ليست من البدايات وإنما هي داخلة في العقدة بعد ذلك يأتينا النهاية والحل نقول تهدئة المعلم أو المعلمين والمدير لك قبل أن تفقد السيطرة انشغالك بعد ذلك باللعب والنشاطات المصاحبة في اليوم الأول ثم حضور والدك في نهاية اليوم الدراسي وبعد ذلك استحابك إلى المنزل بهذه الطريقة ممكن أن تنسج القصة بمثل هذه العناصر تستطيع أن تخرج لنا قصة لها بداية ولها وسط وعقدة ولها نهاية وحل وهذه أيضا من الأمور المهمة التي تتدرب عليها في بداية حديثك عن القصة بعد ذلك ترى عندنا هنا في التمرين الثاني يقول لكل قصة شخصية رئيسة قد يكون معها شخصيات ثانوية اختر شخصيات لأفكار القصص المقترحة الآتية وحدد أنواعها وبعض صفاتها وأدوارها هنا فكرة القصة عبارة عن لص محترف يسرق كل ليلة منزلا أو متجرا ترى معي الشخصيات قال سالم من القرية المجاورة نوعها شخصية رئيسة من صفاته قصير صغير السن ذكاؤه حاد وسريع ودورها هو السارق سالم عندنا هنا هو السارق يأتي بعد ذلك صالح شخصية ثانوية طيب نريد أن نعطي صفات لصالح ممكن نستفيد من دورها حتى نبني عليه بعض الصفات فدوره أنه قام النص بضربه عندما حاول صالح الدفاع عن متجري فنقول مثلا ضعيف البنية صغير الحجم ضعيف البنية صغير الحجم هذه فيما يتعلق بصفة صالح بعد ذلك يأتي عندنا أربعة جنود تلاحظ شخصية ثانوية من صفاتهم أقوياء يحملون الأسلحة طيب دورهم هو حراسة حراسة القرية الآن تبقى عندنا خانتان نستطيع أن نضيف ثم نبين دورهم أو نوعهم وبعد ذلك الصفات ودورهم فنقول هنا محمد أيضا من الشخصيات الموجودة شخصية ثانوية ذكي ودوره اتصل بالشرطة عندما رأى السارق ولاحظ إعمال الخيال هنا مسألة مهمة في القصص على وجه التحديد أخيرا عندنا خالد أيضا من الشخصيات الثانوية أشرنا هنا أنه قوي دوره هنا دافع عن صالح تلاحظ عندنا صالح هو الموجود في الحقل الثاني عندنا أشرنا إليه بأنه ضعيف البنية صغير الحجم تعرض للسرقة تعرض للسرقة من قبل سالم لهو اللص وأشرنا أيضا إلى صفاتهم عرفنا أنواعهم وعرفنا ما يتعلق بالقصة أهمية الشخصيات فيها تقسيم الشخصيات فيها إلى رئيسة أو ثانوية تلاحظ معي في هذه الصفحة أيضا يقول القصة في النشاط واحد أسره على شاطئ البحر ذكرنا هنا فهد طفل عمره سبع سنوات أشرنا إلى أنه رئيسة يعتبر كنوع نوع الشخصية هنا نشير أيضا في بعض الصفات أنه غير مطيع وأنه فضولي ويحب السباحة تلاحظ هنا يضيع أثناء النزهة وأيضا يسبح دون علم والدي يسبح دون علم والدي وهذا داخل في دور هذه الشخصية بعد ذلك عندنا الأب أشرنا أيضا أنه رئيسة صفاته متوسط العمر رحيم وحريص وهذه عادة الآباء دوره هنا يرعى الأسرة ويبحث بعد ذلك عن طفله المفقود يتحمل مسؤولية هذا الطفل عندنا أيضا الأم ثانوية حنونة شديدة القلق البكاء والقلق أيضا البقاء مع الأطفال أثناء البحث أثناء البحث عن الولد أو اللي هو فهد عندنا عندما ضاع في البحر بعد ذلك يأتينا الأجهزة الأمنية ومتنزهون أيضا موجودون على الشاطئ نشير إلى أنها شخصيات ثانوية هنا أشرنا إلى الأجهزة الأمنية بأنهم أقوية محترفون المتنزهون يعني يصعب وصفهم يصعب وصفهم ويعطاؤهم دورا معينة لكن الذي يعنينا نحن الأجهزة الأمنية هنا فنقول المشاركة في البحث المتنزهون عندنا المساعدة والنصح أيضا قد يشاركون في البحث بهذه الطريقة تستطيع أن تضع مثل هذه المحاور بعد وضعك لهذه المحاور هذه المرتكزات تستطيع بعد ذلك أن تبني قصة مكتملة الأركاب تبني بعد ذلك قصة مكتملة الأركاب في التطبيق الذي يليه الفقرة الثالثة هنا يقول أكتب قصة معتمدا على إحدى الأفكار الواردة في النشاطين السابقة إن أشار هنا إلى أنها منزلي ثم قال أسره على شاطئ البحر طبعا سنكرر يمكن ما ذكرناه في الفقرة السابقة من بعض الأدوار الموجودة فهد أشرنا إليه بأنه شخصية رئيسة الأب كذلك شخصية رئيسة ثم أشرنا إلى الصفات هذه الشخصية بالنسبة لفهد غير مطيع وفضولي ويحب السباحة يضيع أثناء النزهة ويسبح دون علم والديه الأب متوسط العمر رحيم حريص يرعى الأسرة ويبحث بعد ذلك عن طفله المفقود ثم الأم تأتي بعد ذلك شخصية ثانوية أشرنا إلى أنه حنونة وشديدة القلق البكاء طبعا والقلق والبقاء مع الأطفال أثناء ضياع الطفل هنا الأجهزة الأمنية بعد ذلك والمتنزهون على الشاطئ أشرنا إلى أنها شخصية ثانوية أقوية ومحترفون بالنسبة للأجهزة الأمنية شاركوا في البحث وساعدوا وبعد ذلك وجهوا النصحة بعد الالتقاء بهذا الطفل وهذا الولد وأيضا أنت لا تكتفي بذكري هذا قد يكون لديك سيناريو آخر قد يكون لديك مسميات أخرى قد يكون لديك جهات أخرى تستطيع من خلالها أن تبني قصتك لكن يهمنا أن تحدد الشخصيات وتحدد أيضا وضع هذه الشخصيات لرئيسة أو ثانوية تحدد بعد ذلك صفات هذه الشخصيات ثم دور هذه الشخصيات في التدريب الذي يليه يقول تحمل أكثر القصص وجهة نظر صاحبها وفهمه للأشياء من حوله فالقصة وإن كانت أحداثها محتملة الوقوع لها دلالة فكرية ومغزى آخر يريد أن يعبر عنه القاص المبدع بطريقة غير مباشرة في الفقرة الرابعة هنا يقول حاول أن تعبر عن فكرة أو وجهة نظري لك بتحويلها إلى ملخص لقصة ذات أحداث تفهم منها تلك الفكرة الفكرة عندنا شدة الإلحاح في طلب الشيء قد تؤدي إلى الحصول على المطلوب وإن طال الوقت في طلبه نأتي إلى تحويل هذه الفكرة إلى قصة تحويل هذه الفكرة إلى قصة إيصال أحيانا النصيحة بطريقة غير مباشرة توصل الأمر بطريقة غير مباشرة فتقول رجل يخرج من بيته فيجد زوجين جالسين أمام عتبة بابه يحاول إبعادهما بكل الوسائل لكنه لا يستطيع ذلك استمر الزوجان في جلوسهما مدة طويلة ولم تؤثر فيهما حرارة الجو أو برودته ولكن الذي سيبتعد هو صاحب المنزل فقد مات ولم يكن له أقارب كي يريثوا المنزل الذي ذهب إلى البلدية اشتكى الجيران وسكان المدينة البلدية لأن الزوجين هما الذين يستحقان المنزل لمكوثهما طويلا أمامه وبالفعل أصبح المنزل للزوجين تأخذ الملخص من هذه القصة أنه يريد إيصال فكرة أن شدة الإلحاح في طلب الشيء قد تؤدي إلى الحصول على المطلوب وإن طال الوقت في طلبه لكن السؤال لك اليوم هل هذا فقط هو الأسلوب الوحيد اللي ممكن أوصل به هذه الفكرة قطعا لا هناك عدة أساليب ممكن أن يوصل بها الطالب الفكرة هذه أو غيرها من الأفكار ويمكن نستعرض في التدريب الذي يليه يعني فكرة مقاربة يقول هنا من آثار الراحة في الصغر جني الشقاء في الكبر أنه الإنسان عندما يرتاح في الصغر لا يكلف بشيء من المهام لا يقوم بجزء من المسؤوليات التي عليه عندما يكبر وينضج ويعني تكون المسؤوليات على عاتقه يعجز عن القيام بها فأقول هنا مثلا في القصة التي تأتينا يقول كان الأصغر بين إخوته والذكر الوحيد بينهم كان يؤمل فيه ويعول عليه بعد أبيه لكن تربيته كان فيها شيء من الدلال الزائد فأصبح الولد غير مسؤول ولديه إهمال في جوانب كثيرة من حياته فغيابه المتكرر فغيابه المتكرر عن المدرسة وعدم القيام بواجباته وتدني مستوى الطموح لديه كل هذه التراكمات دفع ثمنها بعد رحيل والده رحمه الله فأصبح وحيدا أمام العقبات والمعضلات في هذه الحياة وبدأ في الاستفادة من الدروس ولكن بعد فوات الأول هذه الطريقة يعني نعبر فيها مثلا عن الفكرة اللي هي من آثر الراحة في الصغر جنى الشقاء في الكبر هذه تنطبق كذلك على التعلم عندما يفرط الإنسان في عملية التعلم في صغره قد تستطيع أن تنسجها على شكل قصة بأنه عندما يكبر يصبح لديه عائلة ومسؤوليات يبدأ في الدراسة طريقة الدراسة استيعابه في تلك الفترة لن يكون بحجم الاستيعاب الذي فرط فيه عندما كان في سن قابل للاستيعاب وغيرها آلاف كثيرة من القصص قد توصل بها هذه الفكرة أو غيرها بعد ذلك يأتينا مثلا الاجتهاد والعمل نتائجه محمودة ملموسة هذا موضوع مقترح من عندنا وأشرنا بعلامة الاستفان بمعنى قد تنسج لنا قصة توصل بها هذه الفكرة إذا اجتهد الإنسان في عمله فالنتائج لا شك أنها محمودة وأيضا ملموسة قد تغير هذا العنوان إلى عنوان آخر أو فكرة أخرى وتوصلها بطريقة وبقصة أخرى بعد ذلك يأتينا هذا السؤال يقول لخص وهذا دورك أنت الآن لخص قصة عشت أحداثها أو سمعتها أو قرأتها واصفا أحداثها الرئيسة ومبينا موقفك من شخصيتها من شخصيتها شخصيتها ولذلك هذه القصة تحتاج فعلا لوقفة منك تحتاج لرأيك أنت وخصوصا كما تقرأ في الفقرة الأخيرة قال ومبينا موقفك أنت من شخصيتها ولا شك أن كل مننا عاشا لأقول قصة واحدة وإنما قصص كثيرة بإمكانه أن يتوقف عندها يلخص هذه القصة ثم في نهاية الأسطر يبين رأيه في هذه القصة وتحديدا في شخصيات هذه القصة بعد ذلك يأتينا في الفقرة السادسة هنا يقول صمم مخططا لقصة من إنشائك تخيل شخصياتها وأحداثها ومكان حدوثها وزمانه ارسم المخطط في كراستك ثم اكتب قصتك وحكيها لزملاك اليوم أنا سأكتفي برسم المخطط فقط فأنا أقول مثلا هنا عنوان النص أو عنوان القصة لا بد أن تجتمل على الشخصيات كذلك الأحداث والزمان والمكان ويأتينا بعد ذلك عناصر السرط ثم في الشخصيات يأتينا الشخصيات الرئيسة والثانوية وتستفيد مما ورد في مقدمة هذا الدرس في الشريحة الثالثة والرابعة كذلك أوجدنا الشخصيات حددنا هذه الشخصيات هل هي رئيسة أو ثانوية ثم بيّنا بعد ذلك صفات هذه الشخصيات ثم حددنا الدور الذي تقوم به مثل هذه الشخصية يأتي بعد ذلك عناصر السرد تلخص في البداية ثم العقدة وكذلك الحل وهذه مثلنا عليها كثيرا في أوائل الشرائح التي استعرضناها في درسنا لهذا اليوم لكن مثل هذا المخطط قد تستفيد منه ويلخص لك مفهوم القصة وتبني بعد ذلك على ما ترى في الفقرة التي تليها هنا يقول أولا في الاختبار البنائي استكمل تفصيلات مخطط القصة المقترحة الآتية طبعا هذا مخطط هيكل السمكة كما درستم وتعلمتم أشار هنا للشخصيات والأزمنة والأمكنة أشار لبداية الأحداث والوسط وهو العقدة والنهاية وهي الحل ثم قال هنا كنز لا يفنى وأشار أن العمل الصالح يخلد الذكرى فسنذكر العناصر الآن ثم نأتي لطرح القصة في الشريحة التي تليها فنقول مثلا الشخصيات عندنا الأب والأم طفلهما الأزمنة عندنا الصيف الأمكنة البيت والمدينة التي فيها هذا البيت ويسكنها الأب والأم والطفل بداية الأحداث اشتداد حرارة الصيف الوسط عندنا عدم وجود وسائل تبريد أشرنا إليها بين قوسين بمثال اللي هو الثلاجة والمكيفات ثم النهاية القناعة بما قسم الله والصبر على الشدايت إذن هذه تفصيلات وأعيد وأذكر بأنك يعني لست حكرا على ما ذكرناه لا يمكن أن تكون مثلا الشخصية التي تتخيلها أو القصة التي تريد الوقوف عندها بنفس هذه العناصر قد تختلف كثيرا ثم بعد ذلك تراعي ما تنسجه بعد هذا التدريب لأنه استمرار للتدريب الذي يليه عندما يقول ثانيا أكتب ملخصا بأحداث القصة التي لخصت في الشريحة السابقة فنقول هنا مثلا في يوم من أيام الصيف الحارة وفي وقت الظهيرة والشمس في كبد السماء كل شيء حولنا يغلي وصل والدي من عمله بعد يوم شاق البيت يخلو من وسائل التبريد الثلاجة المكيفات سأل هل جهزتم الغداء نظرت إليه أمي نظرة كثيرة وأطرقت قائلة ليس لدينا مؤونة فرد والدي صبر جميل والله المستعان ثم انصرف إلى غرفته لحقته بعد ذلك وسألته يا أبي إلى متى ونحن في ضيق من العيش وبدأت أعدت لا مكيفات ولا ثلاجة لحفظ الطعام ولا مؤونة فأطرق ورد بنبرة ملؤها الثقة يا بني ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وتذكر أن القناعة كنز لا يفنى خرجت وكل ثقة في موعود الله وجميل قضائه وذكر أنك لست حكرا على أن تكتب مثل هذه القصة نصا وإنما تستطيع أن تبني قصة أخرى بأحداث أخرى تراعي فيها ما كان في هيكل السمكة من رسم وتبني عليه بعد ذلك في سردك عندما تكتب الملخصة بعد ذلك في هذه الفقرة لدينا أخيرا نشاطات الغلق فنقول هنا العناصر الفنية للفنون الأدبية أشار هنا إلى أنواع الوصف وعناصر المذكرات وعناصر القصة في أنواع الوصف وصف المشاهد وصف الشخصيات وكذلك وصف الحوادث أشار هنا بالوصف الحسي والوصف الوجداني ومثل هذه الدروس أو هذه الصفحات تختصر عليك كلاما كثيرا ذكرناه في مقدمة هذه الوحدة عناصر المذكرات أنتم تذكرونها الشخصيات الأحداث الزمان والمكان والحقائق بينما القصة شخصيات الأحداث الزمان والمكان ثم الفكرة والسرد وفق ما استعرضناه سلفا في شريحتين سابقتين أذكر أيضا المذكرات عادة تكون للكاتب نفسه وتحكى بطريقتين وأشرنا إليها في دروس سابقة القصة قد تقع لمن قصها أو قد تكون أحيانا من وحي الخيال وهذا الذي يميز ما بين المذكرات وكذلك القصة بعد ذلك يأتينا العلاقة بين الوصف من جهة والمذكرات والقصة من جهة أخرى ثم قال هنا تشبه العلاقة بين المواد الأساسية للبناء المعماري والقصر الجميل قال هنا أو العلاقة ويشبه بين كما أسلف هنا بين الوصف من جهة والمذكرات والقصة من جهة أخرى فنقول مثلا هنا العلاقة ما بين الزهور والبستان الجميل العلاقة ما بين الزهور والبستان الجميل وتعرف الترابط الذي بينهما أشرت في الفقرتين التاليتين بعلامة الاستفهام حتى أنت تستنتج علاقات لكن يكون لمثل هذه العلاقات ترابط وثق ما قرأته الزهور وكذلك البستان الجميل ولا يأتي شخص يذكر الزهور ثم يذكر شيئا ليس له علاقة بالزهور إطلاقا بعد ذلك في الفقرة الثالثة يقول الأساليب البلاغية تحلي النص الأدبي كما تحلي التوابل للطعام البعض يقول الملح للطعام إلى آخر ما يذكر لكن لا بد من وجود الرابط في مثل هذا وكما أشرت أيضا هنا باستفهامين حتى أرى استنتاجك في ما يتعلق بالأساليب البلاغية في تحليتها وإضافتها للنص وكذلك العلاقة بين الوصف من جهة والمذكرات والقصة من جهة أخرى بهذا عزيزي الطالب وتحديدا بنشاطات الغلق والتلخيص أكون وصلت وإياك إلى ختام درسنا لهذا اليوم أسأل الله لي ولكم في الختام علما نافعا وعملا صالحا نربي ولي ذلك والقادر عليه شكرا لك طيب الإصاء وكريم المتابعة مؤملا نلتقيك وأنت دائما في خير نعافية حتى ذلك الحين أتركك في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله